السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومتسبين مشاهدي الأعزاء القناة أبراهيم للعقارات المكنس اليوم أقترح عليكم عقار وهو عبارة على منزل مستاقل منزل حر تكون مثلي جوج طوابق بمعدل أنه عندك ثلاثة متعة شبقات مساحة 110 أمتر في كل طابق هذا الشيء كامل يبقى بالثمن متعة شبقات بالنسبة للموقع فهو موقع استراتيجي شبقات الساكن والاستثمار أنه سنتوجده في واحد الحي اللي عراق الحي اللي غني على التعريف ونحن سنتوجده من القرب من قلية العلوم في قلب الزيتون قريب ما الله فك بالنسبة للشوقة الأولانية التي توجد فيها فهي عبارة على صالونات فيها غرفة ونطبخ وجوجة الحمامات بالنسبة للطابق الثاني جاء لشكن الغرف في ثلاثة متعة الغرف والصالون ونطبخ 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 وجوجة الغرف في السطح بالنسبة للطابق الأرضي التي تكون من جوجة غرف صالون سيجر ونطبخ وحمام وغاراج فكما لاحظنا بالنسبة من البداية الفيديو أن نلقينا جوجة البيبان باب السفلي المستقل بالنسبة صاحبات العقار أنهم استثمروا في الكراء وجوجة الشقاق التي توجد فيها وحدة منهم أنها مفسصة للسكن للسكن هذه الواجهة الثانية لأن العقار يوجه جوجة واجهة أمامية وعندنا فاصد تطل على شارع وحدة أخر الشقاق ممتازة في نيسيوم بالنسبة للقبس كامل من القوش بالنسبة للناس التي تتقلب على شقاق كبيرة فهذا العقار هذا بنافار والناس التي تقلب على دوبليكس الثامن تتقلب دوبليكس منزل وفي حين هو عريق بلصة نقية كما ذكرت تفصلك على كلية العلوم فقط بعض الأمطار من الكلية المنزل التي تتوجد فيها حاليا على الرجل كنا 1-3 دقائق الناس التي تريد تحول هذا المنزل استثماري لشكل الغرف الطلبة فمشروع مربح للسكن فهذه بلصة ممتازة كل واحد يشوف الحاجة اللي ممكن أنها تطلق لها هذا العقار هذه الغرفة رقم واحد لنصبر هذا الشوق ما شاء الله المساحة كبيرة كبيرة نصبر و نصبر مصر في الحيط الشوق كما تلاحظوا ستشمش ومضوية الغرفة تقريبا تتواجد الغرفة سبعة أو ثمانية أمطار السيارة تدخل كما تعرفون الغرفة لأن الغرفة تكون الغرفة مجموعية لأن هذا المنزل جيد قريب للشارع وفي نفس الوقت تحترض ومسا تدخل السيارة تدخل السيارة لأن تدخل الغرفة ووجهة التي تظهر على المطبخ والغرفة والغرفة وعندنا واجهة أخرى التي تظهر عليها الصلة بالنسبة لهذا العقار الذي يريد فقط تغيير ما هو بساط لأن يدخل المطبخ والحمام وسط من الشوقة هناك هذه الإمكانية وتبقى ملكية مشاركة تقسيم مثلا أن الطابق الأول يدخل الشوقة وطابق الثاني وطابق الثاني كما لاحظنا هذا يدخل الشوقة فهذا الباب هذه النافذة تقول هي الباب الذي يدخلنا للطبخ وفي الحاط المحادي يكون الباب الذي يدخل للحمام الذي صورنا من قبل وطابق الثاني وتقول الشوقة كاملة ومستغلة ودخلة في وسط من الباب ديال الفصان بالنسبة الشوقة التي تتوجد في الطابق الأول مغيرة شيئا ما والشوقة التي تتوجد في الطابق الثاني وبالنسبة للطابق الأرضي في نيسيون وتبارك الله عنقين وكما ذكرت هي تكون من الصالون سيجر جوجد الغرف ومطبخ وحمام وبالإضافة الغارج حاليا نقوم بتصوير الشوقة التي تتوجد في الطابق الثاني وهذه بالنسبة للأرضية موسيق خدمة نقية الفاينس في الحاطلة بالنسبة للشوقة في الطابق الأول ولا الطابق الثاني خدمة التي تكون ما زال الشوقة في جمالية لا تحتاج أنك تقوم تعديل أو تصلح الشوقة أو المنزل ما زال في الحلة التي صالحة جدا للسكن خاصة كما ترى أن الشوقة تبارك الله مضوية لوافيد لهم مكبر بالنسبة لهذا العقار هذا يقول لشقنة الطابق الثاني هذه الغرفة رقم واحد مساحة كبيرة يطلع لها لنفس الشارع الذي طلنا عليه من قبل كما ترى من قبل من قبل الزناق سوف تبارك الله واسعة هذه الغرفة رقم واحد محادي لها الغرفة رقم جوج للأسف لا تغفرنا على المفتاح لأننا نصور الغرفة رقم جوج وعندنا وسط من الدار هذه الغرفة رقم جوج التي لها النافذة على كور لدينا الضوايا في هذا المنزل بالنسبة لي خرجنا شقة الطابق الأرضي مستقلة 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 بوحدة ونجعلنا شقة الفقانين نجعله المنزل على هذا الحل الذي هو فيه لقنا تحت ثلاثة تسالونات ولقنا غرفة كما ذكرنا مع إمكانية لأنه ممكن الإنسان الذي يريد يدل الشقة مثلا ينزل فيها غرفة واحدة أخرى والذي يديرها على شكل ثلاثة الغرفة وصلوا إلى المنزل في هذا الحلال الذي هو عليه ويستغل الشقة بجوج للسكن والطابق الأرضي للإستثمار ويجد مثلا الغرف في الطابق الثالث بالنسبة بالنسبة للطابق الثاني صورنا الغرفة التي نسميها الغرفة رقم واحد بالنسبة لهذه الشقة الغرفة رقم جوج تعبر علينا أن نقوم بالفاتحة لم تتوفرنا للسلود وعندنا صالون بالإضافة لمطبخ 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 بمساحة كبيرة على شكل سلامون جي وسط من المطبخ وتبقى الحمام والمرحاد كما ذكرت رأى الإمكانية أن تدخل لمطبخ وسط من الشقة ويقول الدروج ملكية ومشاركة ومشاركة كل شقة تقول مستقلة وحدها رقم هذه الإمكانية فقط إصلاحات ولا تعديلات التي تكون بسيطة ومثال هذه الدروج التي تطلع من السطح كما لاحظنا بالنسبة للدروج بمساحة كبيرة واسعين منزل لما يتعب مساحة تلتمية وثلاثين متر مية وعشرة في كل طابق تم المقترح تسعين مليون قابل شيئا ما للنقاش أي واحد ما تمباد العقار فقط تكفي الاتصال بنا لكي إن شاء الله ننتقلوا مع العين المكان ونكتشفوا هذه الهميزة مباشرة كان معكم أخوكم إبراهيم ما تنسونش بالدعوات دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا 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 شكرا